فمرس الكولر المدير الفاني للنادي الاهلي اقترب من وضع قائمة رسمية باللعبين الراحلين عن النادي الاهلي بحسب مصدر في النادي الاهلي قال لنا ان في جلسة هتجمع كولر مع لجنة التخطيط في حضور الكابتن محمود الخطيب قريب جدا عشان يحط خطة الموسم الجديد وتحديد الراحلين عن الفريق في اسماء في الاهلي ضمنت خلاص انها هتخرج هترحل عن الفريق اول الاسماء دي هو مش سر يعني انتوني مودست تاني الاسماء هو كريستو يبقى مودست وكريستو خلاص انا منذ الوقت اقول لك هو خارج النادي الاهلي في بقى بعض اللاعبين لسه تحت التقييم النهائي منهم محمود متولي منهم كريم الدبيس المرشح انه يخرج اعارة مع نهاية الموسم منهم خالد عبدالفتاح اللي خرج من حسابات مرسي كولر في الفترة الاخيرة كولر مش عايز الاسماء الاخيرة دي يعجل بقراره فيهم بشكل نهائي ومستني يشوف المباراة اللي جاية ممكن تقول ايه لكن مودست وكريستو خلاص خارج النادي الاهلي في لعيبة زي محمود متولي كريم الدبيس دول ممكن اخيات عبدالفتاح ممكن يرجعوا لمستواهم ولا لا ده الكم شهر الجايين هم اللي يحسنوا امرهم ومستقبلهم مع النادي الاهلي اشتركوا في القناة